دكتور عبدالله شاهدنا خطيب عرف اليوم يتحدث عن طريقة أو الطريقة المثلى لمواجهة الجهل يقول احذر من المهترات خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وكما قال القرآن هذا البعد وهذه الزاوية ما مدى أهميتها اليوم هو يؤكد في هذه الخطبة على أهمية الأخلاق أهمية الأخلاق الأخلاق ليست هي من مواد الترف بمعنى أن الإنسان يأخذها تارة ويتركها تارة أنها ليست شيء ثانوي لا الأخلاق أساس ولذلك لا يتطرق للأخلاق النسخ ولهذا وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم قال وإنك لعلى خلق عظيم ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أي على دين عظيم ويقول ابن القيم من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ولنعلم جميعا أن الأخلاق الإسلامية مرتبطة بالإيمان أي بالعقيدة بالعقيدة فلا تجد خلقا من أخلاق الإسلام إلا وهو منطلق من الإيمان بالله أعطيك مثل على ذلك من القرآن مثل الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الوفاء بالعهد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بالعقود حلت لكم إلى آخر الآية وهكذا إذن هو يؤكد على قيم إسلامية كما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليه الصلاة والسلام أقر بعض الأخلاق التي كانت في الجاهلية لأنها أخلاق أقرها الإسلام وهي محققة للمصالح قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فينبغي للمسلمين جميعا مهما تباعدت فيهم الديار واختلفت بينهم اللغات أن يتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة فيما بينهم ليحققوا ما يريدونه في هذه الحياة فيما بينهم الأخلاق أصلها عظيم وكما قلت هي من الإيمان هي من العقيدة هي من الدين فالذي يتخلق بالأخلاق الحسنة هذا يدل على أن دينه دين صحيح والإعراض عن الجاهلين هي الوصفة المثلى والإعراض عن الجاهلين الذين قد يخطئون على الإنسان الله تعالى أخبر في كتابه كما استشهد معالي الشيخ في الخطبة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما معنى خذ العفو؟ يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس ليس معنى أنك تقول يا ناس تعاملوا معي مثل ما أحب افعلوا كذا وكذا لا في بعض الناس أخلاقه عالية وبعض الناس أخلاقه وسط وبعض الناس قليل الأخلاق ما عنده أخلاق إلا قليلة فلذلك خذ ما تيسر من أخلاقهم ولا تؤنمهم وأعرض عن الجاهلين الجاهلين هم الذين ليس لهم دين لأن الآية في سورة العراف وجاءت في آخر السورة بعد قصص الأنبياء خذ العفو يعني الأمر لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ العفو من أخلاق الناس ويعرض عن الجاهلين بمعنى لا يجيق لماذا أنت لا تتعاملني بالأخلاق الحسنة لماذا لماذا أعرض عنه وإذا مروا باللغو أعرضوا عن الجاهلين فلا يتخلق بالأخلاق الحسنة إلا من كان عالما فهذه وصفة قرآنية عامل على الجاهل التعامل مع حياة الإنسان بشكل عامل والأخلاق هنا يبغى أن نعلم أنها أخلاق ليست للمسلمين فحسب إنما المسلم يتعامل بالأخلاق الحسنة مع كل الناس الله تعالى ماذا يقول في القرآن يقول وقولوا للناس حسنة للناس هل الناس هنا المسلمون؟ لا الناس هنا جميع الناس جميع طوائف الناس وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لأننا نحن سفراء للإسلام ينبغي أن نتخلق بالأخلاق الحسنة مع المسلم ومع غير المسلم حتى يعرفون أن ديننا هو دين قيم دين رائع دين جميل دين يدعو إلى المحبة وإلى التراحم وإلى التآلف وإلى نبذ الغلو وإلى نبذ العنف والإرهاب وما إلى ذلك دين رحمة دكتور عبد الله اليوم من يقرأ القرآن الكريم سيجد من النادر أن يجد صورة أو آية لا تشير بصورة أو بأخرى للتوحيد اليوم خطيب عرفة كذلك تحدث عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة ما مدى أهمية التوحيد؟ هذا من أهم القضايا التي شرعها الله تعالى لعباده التوحيد هو أس الأعمال الصالحة فمن لم يأتي بالتوحيد تحقيق التوحيد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات من لم يحقق هذا التوحيد ولو عمل أعمالا صالحة كثيرة فإن الله لا يقبل منه لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويقول سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحابط عنهم يعني فسدأت أعمالهم كلها لحابط عنهم ما كانوا يعملون فالتوحيد هو أول دعوة الرسل من لدى نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة إذن المسلم عليه أن يحرص على تحقيق التوحيد الكامل البعيد عن الشرك البعيد عن البدع البعيد عن الخرافات البعيد عن المعاصر هذا هو التوحيد الخالص لله جل وعلا ولذلك فإن سورة الفاتحة بدأت بالتوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وختم الله تعالى آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس بالتوحيد الثلاثة مما يدلك على أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد الخالص لله جل وعلا وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ